قال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة فاوة عبدالسلام ولد أحمد إن أكثر من 14 مليون مواطني يمني لا يحصلون على ما يكفي من الطعام وأضاف المسؤول الأممي أن أكثر من 7 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذاء الشديد وهو ما يشكل زيادة قدرها 36% منذ أواخر العام 2014 يصب العالم جل اهتمامه وتركيزه على مسار الحرب في الميدان أو يترقب ما ستفضي إليه المشاورات في الكويت ولا جديدة في كل الجانبين لا شيء في اليمن يبرح مكانه عد الأزمات والكوارث التي ما يكاد يصبح اليمنيون على إحداها حتى يمسوا على أخرى اليمن البلد صاحب الاقتصاد الهش أصلا يعيش فصول حرب هي الأسوأ منذ ما يزيد عن عام فبحسب منظمة الأغذية والزراعة الفاو فإن أكثر من 14 مليون مواطن يمني لا يحصلون على ما يكفي من الطعام وهذا ليس أول انذار تطلقه المنظمات فسبق وأن قال برنامج الأغذية العالمي أن اليمن بات على شف المجاعة واليوم وبتغريدة على تويتر تحكي منظمة الأمم المتحدة عن طفلة توفيت نتيجة لسوء التغذية وقالت المنظمة أنها توفيت بالرغم من محاولات والديها المستمتة لإنقاذ حياتها الطفلة ليلى واحدة من ملايين الأطفال في اليمن يموتون ووحدهم أهاليهم من يستمتون لإنقاذ حياتهم